نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكرية الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة وتمنياتهم له بالتوفيق والسداد والجمهورية السودان بالاستقرار والازدهار جاء ذلك خلال مشاركة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة اليوم بمدينة الخرطون في حفل إبرامي وثائق الانتقال للسلطة المدنية في جمهورية السودان الشقيقة حيث أعرب معالي عن خالص التهاني بهذه الخطوة المهمة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم منوها معاليه بوعي ومسؤولية كافة الأطراف في جمهورية السودان وحب حرصها على المصلحة العليا والتي توجت بهذا الإنجاز الكبير وجدد معالي وزير الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية السودان ودعمها للجهود والمساعي التي تسهم في تجاوز هذه المرحلة الهامة من تاريخها والحفاظ على سيادتها وأمنها ووحدتها الوطنية وموصلة دورها المعهود في دعم العمل العربي المشترك مؤكدا معاليه حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربطها بجمهورية السودان على كافة المستويات بما يدعم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين هذا وقد وصل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة صباح اليوم إلى جمهورية السودان الشقيقة وكان معالي السيد عمر دهب فضل وزير خارجية جمهورية السودان المكلف في مقدمة مستقبل معالي وزير الخارجية